موضوع الشيكبالة مع جماهير الزمالك ده شأن يخص الشيكبالة وجماهير نادي الزمالك موضوع الشيكبالة مع جماهير النادي الاهلي ده شأن يخص النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي لكن الحقيقة البعض البعض عنده رواصب نفسية كبيرة جدا جدا من خلال سنوات تفوق فيها النادي الاهلي أو بمعنى دق اكتسح فيها النادي الاهلي كل المنافسين سواء محليا أو كمان شبه قريا فالبعض بيشوف ان الاجتساح اللي كان عامله النادي الاهلي ده مسبب له رواصب نفسية فبيقدر يطلعها في اي انتصار حتى لو كان انتصار لم يشارك فيه باي شكل ايجابي حتى لو كان انتصار برقالات حظ ترجحية النادي الاهلي امام كل المجتمع العربي اللي نقلت له من خلال قناة ابو ظبي المباراة شايف كويس جدا من الفريق الاقوى من الفريق المستحوذ من الفريق اللي نازل بشموخ البطل وعنده الاصرار على انه كان يفوز او على الاقل محاولاته للفوز كانت اكتر من فريق كان نازل عشان يوصل لرقالات الترجيح الحقيقة شكبالة بقوته عند الزمال كوية في مواجهاته المباشرة مع النادي الاهلي لعب 20 مباراة مع النادي الاهلي 20 مباراة كانت الهزيمة نصيبه في 11 مباراة 6 مباراة تعادل 3 مباراة فوز حقق هدف واحد فقط لغير ده شكبالة امام النادي الاهلي ربما يلتمثلوا البعض العزر لان الهزائم كانت قاسية اكتر من حوالي 55% من مباراة هزائم 3 فوز منهم فوز بلعيبة كنا وقتها 2007 ريحنا الفريق بالكامل بعد ما خدنا الدوري بالزبط وفوزين اخرين منهم سجل هدف واحد فقط لغير في شباك النادي الاهلي في 20 مباراة فاعتقد ما قدرش يحقق اي انجاز قدام النادي الاهلي في الملعب وفي 90 دقيقة او 120 دقيقة فلازم يدور على انجاز اخر يسعد بيجا مهيرو خارج نطاق الملعب وخارج نطاق الروح الرياضية هنا لازم وقفة من كل المسئولين عن قرة القدم في مصر لان دا مش بس اساء لجمهيري النادي الاهلي هو المفروض انه اساء لنادي الزمالك واساء للقرة المصرية خاصة واحنا بنلعب في دولة شقيقة تحتضن المباراة وهي دولة الامارات كان لابد ان الصورة اللي تزهر في الملعب عن المصريين تكون صورة ارقى من اللي احنا شفناه احنا ما استعرضناش الحركة المشينة اللي فعلها شكبالة لان صعب جدا نعرضها في قناة النادي الاهلي اشتركوا في القناة